سيدات وستادة شكرا جزيلا على حضور وتلبية الدعوة لتقديم خلاصات الدراسة الميدانية التي أنجزها المرصد الوطني التنمية البشرية حول برنامج مدارس الرياضة لكن في البداية اسمحوا لي أن أتقدم باسم المرصد الوطني التنمية البشرية على إتر وفاة المشمولة برحمة الله صاحبة السمو الملكي الأميرة للطفة بأن أتقدم بخالص تعازي وأصدق المواسط إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى أفراد الأسر الملكية الشريفة في هذا المصاب الجلل سائل المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيحة جنته إذن كما تعلم المنمية البشرية أنجز بحثا ميدانيا نقدم اليوم أبرز خلاصاته حول برنامج مدارس الرياضة هذا البحث الميداني يأتي تبعا لإحالة توصل بها المرصد الوطني التنمية البشرية من لدني وزارة التربية الوطنية خلال شهر يناير من سنة الجارية وكما يعلم الجميع فقطع تليم كان قد شهدته توران اجتماعيا خلال بداية الموسم الدراسي المنتهي وفي هذا السياق فشجت الإحالة التي وجهت السيد الوزير مشكورا إلى المرصد الوطني التنمية البشرية والتي كالهدف منها هو دراسة التمتلات والإدراكات وانتظارات وتصورات مختلف الفاعلين في العملية التربوية على مستوى المؤسسات الابتدائية العمومية لشهدات تجربة هذا البرنامج أو إطلاق العملية المرحلة التجربية والتي شملت 628 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 يجب تأكيد في هذا الإطار على أن هذا البرنامج يكتسي الأهمية من أنه يشكل أحد دعمات الأساسية لخالط الطريق التي صدقت عليها الحكومة سابقا الممتدة خلال الفترة ما بين 2022-2026 وبالإشارة للسياق العام اللي شهدوا قطع التعليم خلال هذا الموسم الدراسي كتجي أهمية هذه المبادرة وهذه الإحالة اللي توصل بهالمرصد من أجل دراسة تفاعلات دي المختلف الفاعلين سواء انتعلق الأمر بأطر تربوية أو بمسؤولين إداريين أو مفتشين تربويين بالإضافة إلى التلاميذ وأولياء الأمور ديرهم طبعاً سأرجع إلى المقاربات المنهجية التي اشتغلنا عليها ولكن سمحوا لي في البداية أن أؤكد على أن هذا البحث الميداني اللي قمنا به خلال النصف الأول من هذه السنة كان درج في إطار المهام المؤسساتية للمرصد الوطني التلمية البشرية متعلقة بتتبع وتقييم سياسات العمومية للصلاة بالتنمية البشرية المرصد الوطني كما كتعرفوا وحديته بمبادرة ملكية سامية سنة 2006 واشتغل على مجموعة دي المواضيع المتعلقة بسياسات العمومية الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالفقر أو التعليم أو الدخل أو البطالة إلى آخره فهذا الإطار نعتبر في المرصد على أن هذا البحث الميداني اللي قمنا به طلبية لهذه الإحالة دي الوزارة التربية الوطنية هذا البحث يشكل عمل يؤسس كذلك لتجربة جديدة على مستوى المقاربات اللي بدينا كنشتغلو عليها على تطويرها داخل المرصد في إطار خطة العمل اللي كنشتغلو عليها واللي كتأسس على ثلاثة دي التوجهات الأساسية التوجه الأول هو القياس المتعدل الأبعاد لنجاعة السياسات الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الاستراتيجي لنموذج تنموذج جديد التوجه الثالث أو المرتكز الثالث هو تتبع مسارات تتبيت وتنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى اللي كتتشتغل عليها بلادنا خصوصا في إطار المشروع الملكي للدولة الاجتماعية وأخيرا كنحاول أننا نقوم بتطوير جيل جديد من مقاربة قيم السياسات العمومية الاجتماعية والتي ترتكز بناء على الأطروح الدستورية للديمقراطية التشاركية والمواطنة في تكمل عضوي مع مبدأ المرتفق المستعمل للخدمة العمومية هذا المنطق يرتكز بدرجة أساسية على مقاربة وقياس مدارد الفاعلين والمستهدافين المباشرين بجودة الخدمات العمومية وقياس الأطر الاجتماعي لمختلف السياسات والبرامج الاجتماعية لذلك وبناء على رسالة الإحالة التي تصلنا بها من وزارة التربية الوطنية نصب البحث الميداني الذي قمنا به على الإجابة على السؤال المركزي التالي إلى أي حد تأثرت تمتولات الفاعلين داخل المدرسة العمومية حول برنامج مدارس الرياضة بما فيهم الأساتداء والتلاميذ وأوليائهم بتجاربهم الشخصية والجماعية اليومية وما ينتجه البرنامج على مستوى الواقع خلال مرحلته الجريبية يجب أن نؤكد في هذا الاتجاه على أنه في جميع الحالات نحن بصدد مرحلات جريبية وفي نفس الوقت الحكومة باتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين ملتزمت بتوسيع مجالة نفيذ هذا البرنامج في أفق التعميم الشامل هو برنامج طبعا يحمل في طياته مقاربات بدغوجية جديدة نمط تدبير للمؤسسة التاليمية متجدد كذلك يدمج فكرة المشروع المؤسسة بالإضافة إلى الجوانب المادية المتعلقة بجودة البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية واستعمال التكنولوجيات الحديثة إذن للإجابة على هذا السؤال تمت محاورة الفاعلين داخل عينة من عشر مدارس تم اختيار ديالها عبر عملية قرعة أشرفت عليها لجنة مشتركة ما بين المرصد الوطني التنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه العينة من عشر مدارس تشكلت من خمس مدارس شملتها المرحلة الجريبية لبرنامج مدارس الرياضة وخمس مدارس غير معنية في المرحلة الجريبية في هذا الإطار استند البحث على منهجية تقوم على ثلاث قواعد أساسية معتمدة في منهج الدراسات والأبحاث الاجتماعية أولاً إجراء لقاءات حوارية فرضية مع عينة عشوائية من الأساسي ذو التلاميذ وأوليائهم قد رعية في اختيار هذه العينة طبعاً النوع الاجتماعي والمستوى الدراسي ثانياً إجراء لقاءات حوارية جماعية إرادية داخل المؤسسة التعليمية المعنية مع الأساسي ذو من مختلف المستويات الدراسية بحضور مدير المؤسسة والمفتش تربوي المعني وأخيراً إجراء لقاء تناظري في نهاية كل المرحلة من المراحل الخمس للبحث بين أساسي ذات المؤسسات المستفيدة من برنامج مدارس الرياضة وبين نضرائهم في المؤسسات غير المستفيدة بالعملية الجريبية لبرنامج مدارس الرياضة الهدف من هذه المقاربة أو هذه المنهجية هو أننا نقوم باستيقاء الأراء والمواقف والتصورات المختلف الفاعلين على مستوى مدارس الرياضة والمدارس غير المعنية بهذا البرنامج ولكن في مرحلة ثالثة في كل محطة من هذه المحطة الخمس كنا نقوم بوحدة عملية تناظر ما بين الفاعلين في المدرسة الرياضة وما بين الفاعلين في مؤسسات مقابلة غير معنية بتنفيذ هذا البرنامج ولأن الغاية كانت طبعا هي الاستماع لوجهة نظر جميع الفاعلين المعنيين مباشرة بالبرنامج داخل المدرسة العمومية ركز البحث الميداني على جوجة الأنواع دي الأسئلة نوعين من الأسئلة ذات العلاقة بوصف وتفسير وتأويل السببية المحتملة بين وجهات نظر هؤلاء الفاعلين وبين تجاربهم الشخصية أو الجماعية وما يروج من أخبار ومعلومات حول البرنامج في محيط المؤسسة هذه النقطة الأساسية لدرجة كبيرة بدرجة كبيرة لأن هذا البرنامج والسياق ديال التنزيل دياله أو التجرب دياله في مجموعة ديال المؤسسات وإلى ربطناه كذلك بالمناخ الاجتماعي لشهد القطاع من توطر خلال بداية الموسم الدراسي ما بين النقبات والوزارة جعل أن هذا البرنامج كتحوم حوله مجموعة من التساؤلات ومجموعة نقدر نقول من التصورات أو التمتلات والهدف الأساسي ديال هذا البحث الميداني هو أننا ندرسه على أرض الواقع هذه التمتلات وهذه التخوفات وهذه الإكرهات وانتظارات كذلك ديال الفاعلين لأن الهدف الأساسي من هذه العملية ككل هو دراسة ماذا الأطار لحقق هذا البرنامج على مستوى الفاعلين ولكن كذلك دراسة واستيقاء تمتلات ديال هدف الفاعلين وانتظاراتهم في أفق تأمين وتسهيل عملية توسيع إنجاز ديال هذا البرنامج في المواسم الدراسية المقبلة لذلك طرحنا جوزي الأنواع ديال الأسئلة النوع الأول من الأسئلة يهم انطباعات حول فلسفة البرنامج مكوينة ديالو، فكرة الإصلاح الطربوي في إطار البرنامج للمدارس الرياضة مقاربات التعليمية اللي جابها البرنامج ومنهجية قيمه للتعلومات الأساسية عند التلميذ وطريقة معالجته للتعطرات التعلمية في المواد الثلاث الأساسية اللي هي الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية مع التأكيد على أن بين المحاور أو الأهداف الأساسية اللي يطمح لها هذا البرنامج هو معالجة أسباب التعطر الدراسي وتقليص لهذا المدرسي خصوصا في المرحلة البتدائية النوع الثاني من الأسئلة يخص أراء الفاعلين حول أداء البرنامج على مستوى الواقع المعاش بالقياس إلى الرضاء أو عدم الرضاء على الحاصيلة المؤقتة للبرنامج طبعا نحن في هذه السنة الوزارة قامت مرحلة الجريبية وبالتالي هذه الأراء هي طبعا أراء نسبية مقارنة بصيغة الجريبية للبرنامج سواء على مستوى جويد العملية التعليمية وأدوات الديدكتيكية أو على مستوى تحسين التعلمات لدى التلميذ أو على مستوى تأهيل الفضاءات الداخلية للمؤسسات المستفيدة من البرنامج بخصوص النتائج اللي خلصت لها الدراسة أو هذا البحث الميداني فبالإضافة تحليل ديال تبعا تحليل ديال الساعات الطويلة من المقابلات واللقاءات الفرضية والجماعية واللقاءات التناظرية ما بين مختلف الفاعلين كما أشرت له سابقا فخلصنا إلى مجموعة الخلاصات الأساسية أو استنتاجات الأساسية النتيجة الأولى هي أن المعنى الجامع لإجابات المشاركات والمشاركين في البحث الميداني سواء تعلق الأمر بالأطور التربوية أو الإدارية التلاميذ أو أوليائهم هي أن الإصلاح التربوي قد بدأ يلجو قاعة الدرس وقد أصبح واقعا يوميا يمارسه بمنطق مبني على التسلسل المتدرج الذي يغري على التتبع ويحفز بشكل جماعي على المتابرة في تحصيل النجاعة المطلوبة المقدرة على الوقع التربوي الإيجابي لدى الطفل المتعلم وهذا العكس طبعا لمجموعة المؤشرات المتعلقة بمختلف جوانب ومناحي التعلمات الأساسية للأطفال داخل هذه العينة من المدارس الاستنتاج الثاني هو وجود اتفاق لدى غالبية المشاركات والمشاركين في البحث على أن برنامج مدارس الرياضة يعد مكسبا طربويا واجبت تمين نتائجه الإيجابية الأولية وطبعا تحصين مكتسباته باعتباره رهانا جماعيا للنهوض بالمدرسة العمومية خلال السنوات المقبلة هذا الاتفاق للقناة على مستوى الفاعلين في مدارس الرياضة يشبه كذلك تخوف من غياب ضمانات المؤسسة وهذا سأرجع له في الفقراتية التحديات النقطة الثالثة أو الاستنتاج الثالث هو حصول وعي لدى الأطور التربوية سواء تعلق الأمر بالأستسيدة أو المفتشين على أن القاعدة المثالية لإنجاح تحديات البرنامج تكمن في التعبئة الجماعية والقبول بضرورة التقافي جدوى الإصلاح وما تستلزمه هذه التقافي من تغيير تقافي لمنظور العملية التربوية حيث أن الغاية الأسماء ليست المطاوعة السلوكية للقاعدة البداغوجية كما هي مشروطة في الدلائل التربوية التوجهية وإنما تجسيد الأثر على عملية اكتساب المعرفة لدى التلمئيذ والتأكد من وجوده عبر قواعد قيم شفافة وموضوعية ومعيارية موحدة هذه النقطة هي أساسية لأنه مبين النقطة الإيجابية ديال البرنامج وأنه خلخل نوعا ما العلاقة التراتوبية أو الإدارية التقليدية اللي كانت مبين المفتش والأساتدة على مستوى التدبير العملية التعليمية وتخلق واحد الإطار ديال التواصل مبين الأساتدة والمفتشين وكذلك جزء من الإدارة المركزية مشكلة في القيادة ديال البرنامج واللي من خلال هالتعبئة الجماعية تمتمكن من تطوير مناهج ودلائل طربوية تتطور في حينه من أجل مواكبة انتظارات التلاميذ على المستوى التعلومات رابعا السببية الموجودة للرغبة في الإنخراط في إنجاح رهانات برنامج مدارس الرياضة هي مركبة وتجمع بين عوامل مترابطة منها على وجه الخصوص ما تردد بشكل لافت في إجابات المساهمات والمساهمين في البحث الميداني وهي بشكل عام الفضاءات التي أصبحت مغرية على الاجتهاد بفضل الجهيزة والإصلاحات التي تمت بها طريقة إدارة الدرس التي تحفز عن الخيرات فيها من طرف التلاميذ الاستماع الإيجابي للمتعلم والتفاعل البناء مع حاجيته لتحسين مهاراته ومداركه التعلومية وكذلك حصول حصل لدى التلاميذ الرغبة في المدرسة خاصة عند هؤلاء من الذين تعترات التعلومية في بعض المواد الأساسية تليف العملية التعلومية بشكل عام أصبحت جدابة لدى بعض الفئات من التلاميذ اللي كانوا يعنيوا بعض الصعوبات التعلومية فيما سبق وأخيرا هناك الإحساس بالأمان لدى الأستداء في علاقتهم بمسلزمات المراقبة التربوية الروتينية حيث كما قلت قبل قليل هناك تحول في العلاقة ما بين الأستد والمفتش اللي ما بقاتش فقط علاقة ديال المراقبة أو التفتيش كما كدل ذلك التسمية النظامية لهذا الجزم وإنما ولت علاقة ديال التعاون والبناء المشترك ديال المضامين التربوية في إطار هذا البرنامج خامسا التركيز على تجويد وتحسين مرضوذية الاكتساب لدى التلميذ والقياس المستمر لحصول أثر لديه على مستوى التعلومات الأساسية هذه نقطة أساسية لأن من بين الأمور الجديدة اللي جابها برنامج مدارس الرياضة هي أن العملية التربوية أصبحت أكثر ديناميكية وما بقاتش مرتبطة فقط بمنهاج دراسي أو مضمون تربوي جامد خلال السنة بل هو يرتبط بشكل أساسي بالاحتياجات الآنية للتلميذ ومدى التعترات التي يعاني منها والإجابات الضرورية على تلك التعترات سادسا تواصل المبني على القرب وعلى التفاعل الآلي مع الحاجة للمواكبة والمعلومة سواء لدى الأستاذ أو لدى التلميذ أو لدى أوليائه وهذا الجلة كذلك من خلال لقاءات داخل مدارس الرياضة ما بين الآباء وأولياء التلاميذ والأطور التربوية والإدارية وكذلك عبر استعمال وسائل التكنولوجيا في التواصل سواء تعلقها الأمر بالمستوى الأفقي ما بين المدرسة والمحص ديالها أو عن المستوى العمودي ما بين الأستاذة وقيادة البرنامج وأطور التفتيش سابعا كما قلت هناك استئناس بالتكنولوجيا الرقمية في التواصل بين الأستاذ والمفتش المواكب وفي إعداد وتقديم الدرس وهو ما حفز الأستاذ على تنويع أدوات الشرح واختبار مهارتي الفهم والاستيعاب لدى التلاميذ كما مكن التلميذ من تركيز أكثر على المشاركة داخل القسم وكان هناك حالات رصدناهم ديالتلميذ وتلميذات اللي كانوا عندهم صعوبات في المشاركة وفي التواصل وفي المساهمة داخل القسم اللي طورات المساهمة ديالهم وتمكنهم تجاوز مجموعة ديال الحواجز النفسية اللي كانت عندهم وهذا طبعا بفضل الطرق البدهوجية الجديدة المستعملة ثمنا هناك فرق ظاهر للعيان في المزاج العام بين المدرسة محتضينة للبرنامج وبين المدرسة التي ما تزال تعتمد المقاربة التربوية المعيارية التقليدية مجازه أن محفزات العناية والاهتمام بالأثار التربوية على مستوى التعلمات لدي التلميذ متوفرة أكثر داخل الفئة الأولى من المدارس والمؤسسات أي مدارس الرياضة مقارنة مع المؤسسات غير المعنية بالبرنامج وأخيرا أظهرت تجربة لقاءة التناظرية بالأساسة للمشتغلين في المؤسسات المحتضينة لبرنامج مدارس الرياضة والمؤسسات غير المعنية بالبرنامج أن التقى في قدرات الأستاذ داخل برنامج مدارس الرياضة جعلت منه ميسرا وفاعلا في التغيير ومرافعا عليه داخل المؤسسة التعليمية كما جعلت منه آلية ناجعة لتحسيسي وتكويني الأقران وفي هذا الإطار هذا يجب التأكيد على العنصر الأساسي وأنه بقدر ما مجموعة من الأساسي دا والأطر الطربويين أطر الطربوية التي يعملوا في مدارس الرياضة بقدر ما أنهم أبانوا على واحدة الخيرات وواحدة الحماس وواحدة المرافعة على البرنامج بقدر ما هذا كيجعل أن المسؤولية ملقاة على عاتق الوزارة من أجل توفير كل ضمانات النجاح ديال هذا البرنامج وتمكين من الحماية ديال الأستاذ وتطوير المكانة دياله داخل منظومات مدارس الرياضة وهو اللي غادي نتحدث عليه في التحديات المستقبلية مقابل هذه الخلاصات اللي صرت لكم كينين تحديات تحديات مستقبلية كتهم هذا البرنامج وغادي تكون عامل أساسي في النجاح دياله وفي الاستمرارية ديال هالتجريبة اللي قامت بها الوزارة خلال هاد الموسم الدراسي ما يستخلص من التجريبة اليومية داخل العينة ديال المؤسسات المحتضنة للبرنامج أن تحدي تعميم جزئي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2024-2025 يمر عبر مجموعة من التدابير استباقية نذكر منها على وجه الخصوص تمانية ديال التدابير الأساسية أولا ضرورة الاستفادة من الصعوبات التي شهدتها عملية تثبيت البرنامج في بداية المرحلة الجريبية خلال دخول مدرسي 2023-2024 خاصة فيما يتعلق بإنهاء أوراشة هيل الفضاء الداخلية وتجهيز الأقسام بالمعدات التكنولوجية تحدي الثاني هو ضرورة استباق حاجيات الأساتذة للتكوين المستمر والمواكبة في مرحلة الاستئناس باستعمال تكنولوجيات الرقمية في العملية التربوية تحدي الثالث هو مأسسة التواصل والتتبع الإداري والتربوي للبرنامج وتقطير التواصل بشأن ذلك بمنهجية مؤمنة إداريا لأنه بقدر ما كان في هذه المرحلة الجريبية استعمال لوسائل تكنولوجية متعددة للأشكال ومنها بعض التطبيقات ديال الترسل الفوري بقدر ما كان عندها أثر إيجابي على تسريع العملية التواصلية وتدبير مختلف الإشكاليات للطرحات في هذه المرحلة الجريبية بقدر ما هذه العملية ديال التواصل والاستعمال التكنولوجية الحديثة كتفرد كذلك وكتشكل واحد الإكراه على مستوى التقنين ديالاستعمال ديالها من أجل حماية الأطور التربوية وضبط هذه العملية بقواعد مسترية توازن بين شرط السرعة في التفاعل وتقاسم المعلومات وبين شرط التأطير الإداري المتعرف عليه داخل القطاع كما كتعرفوا في قطاع التربية الوطنية هم بالخطاعات الإدارية العريقة في المغرب والتي مؤثرة مجموعة من الضوابط الإدارية والمسترية وبالتالي فبقدر ما هناك إدماج لهذه التقنيات التواصل الفوري أو التكنولوجيات الحديثة في تسريع التواصل وتدبير هذا البرنامج بقدر ما هذا المعطى يقدر أنه يزعزع بعض الضوابط الإدارية والمسترية داخل القطاع واللي خاصها واحد النوع ديال المواكبة من أجل أننا نستعمل التقنيات الحديثة من أجل تطوير هذا البرنامج وفي نفس الوقت أننا نحفظه على التوازن ما بين المسترع الإدارية وما بين ضمان النجاعة للتدبير البرنامج تحدي الرابع هو ضرورة تعطير مرحلة تعميم البرنامج بنظام لمؤشرات النجاعة ومراقبة مصاري التنفيذ والتتبيت وفقه رؤية ونظرية التغيير مشتركة يعني أن مختلف الفاعلين سواء تعلق الأمر بالأطور التربوية أو الإدارية أو حتى المسؤولين على المستوى الإدارة المركزية لكل واعي بضرورة إقامة النظرية التغيير الأساسية لأن مشروع برنامج مدارس الرياضة ومشي مشي 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 عملية سهلة مشي برنامج تربوي عادي أو بديل وإنما هو فلسفة في تدبير المؤسسة التعليمية بشكل عام سواء تعلق الأمر بطبيعة العلاقات مع الفاعلين أو طبيعة الطرق البداغوجية في التدريس أو بطريقة تدبير المؤسسة وإدماج المشروع الجماعي داخل هذه المؤسسة تحدي الخامس هو ضرورة المقاربة الجديدة المعتمدة في إعداد الدروس وتعميق البحث في درجة ملاءمة التقطاع الزمني للحصص مع شرص تأكد من الوقع الإيجابي على عملية الاكتساب لدى التلميذ وهذا التحدي يطرح إشكالات من المفترض أن الوزارة لقالها حلول على مستوى تدبير المضامين البداغوجية لأنه بقدر ما جربناه في السنوات الماضية أو في العقود الماضية مجموعة من المقاربات في تدبير المناهج التربوية بقدر ما الأدات الأساسية المستعمالة في هذا البرنامج المداريس الرئياذة وهي التدريس على حسب المستوى الخاص للتلميذ كترح إشكالات على مستوى تدبير المضامين التربوية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الإقليم أو على مستوى المؤسسة بحددتها وعلى مستوى التلميذ كتلميذ يعني بطريقة الوان توان مبتالي فهناك تحديات كترتبط بتدبير المضامين التربوية وإعداد الدروس والتأطير ديالها من أجل ضمان تحقيق الهدف ديال قياس الوقع والأطار الإيجابي على عملية الاكتساب والتعلومات لدى التلميذ التحديث السادس ما قبل الأخير وهو إجماع وجود إجماع لدى الأستيدة على ضرورة انخيلات الأسر وأولياء التلميذ في البرنامج لأن من شأن ذلك أن يضعف حضود نجاح المدرسة العمومية في التحكم إيجابيا في المصار التربوي للتلميذ التحديث السابع هو وجود توجس عام لدى الأستيدة من تأثير سلبا لعمل الاكتضاد على مرضو ديالبرنامج وهذه الملاحظة رصدناها في الجموعة ديال المدرس اللي كانت موضوع ديال هذا البحث الميداني وبتاليف الظاهرة ديال الاكتضاد المرتبطة بعوامل أخرى متعلقة بتدبير الموالي البشرية وبعض الإكرهات الإدارية الداخلية للوزارة كتأثر بشكل سلبي أو تقلص من أثر البرنامج على مستوى التعلومات والأهداف المنتظرة من هذا البرنامج والتحدي الثامن والأخير هو وجود مطلب لدى عامة الأطور الطربوية بضرورة استدامة البرنامج عبر تأمين تواصل مستمر وتقيمات منتظمة وتفاعل سريع للإدارة الوصية مع حاجة صيانة المعيدات وتزويل المؤسسات بالإمكانيات وتجهيزة اللازمة خصوصا في المجالات القروية من أجل استباق بعض الإشكالات المتعلقة من قطاع الكهرباء خاصة وصعوبة الولوج لشبكة الأنترنت خصوصا في المجال القروي كما ذكرت وشكرا جزيلا لكم